بقول لحضراتكم يعني بلاش الصخب الموجود بلاش الدوشة الجمدة الموجودة دي الدواء ليه 13 مسيل اي دواء اي دواء هو بدي يتكلم في هذا الامر وهو راجل متخصص ودي يده في الصمع زي ما بيقوله بقول لحضراتك اي دواء ليه 13 مسيل عددك رحت الاجزخانة رحت صيدلية تقول انا عايز الدواء ده قالك مش موجود لكن عندي البديل ليه انا مش بنشر ثقافة البديل انا مش بنشر ثقافة البديل لكن بقول لحضراتك انت رحت بتشوف الدواء ده ما لقيتوش اللي كذبه الطبيب لو فيه بديل خده لو فيه بديل خده والدكتور الشيخ بيقول لحضراتك انه موجود في دول عالم ده مش اختراع عندنا انا كنت في احدى الدول من فترة وكان معايا دواء انا واخد الرشدتة من القاهرة من هنا واخد الرشدتة من مصر والديت في الصيدلية اللي انا في الدولة اللي انا فيها ربطلو انا عايز الدواء ده مش عنده الداني دواء تاني واخدته يعني انا بكلم حضراتكم ببنطال امانة وربنا شاهد عن كلام اللي انا بقوله يعني حاول نهده شوية ان شاء الله باذن الله ثقة في السيد وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار عندنا وانا صالت بحضراتكم على الهواء صالت بهيئة الدواء وهيئة الدواء الراجل اللي على التليفون رد بكل احترام الحقيقة اسعدني جدا انه رد واسعدني جدا في الاجابة بتاعته وحسيت انه لا يا قد عم ما فيش والله ما فيش ازمة او حضرتك ما تعملش ازمة ما تخلقش ازمة المسائل الحمد لله موجودة متاحة انا عندي 16 الف صنف في مصر 16 الف صنف دواء بيوباع في مصر ولو مثيل يعني كل صنف ولو مثيل فالموضوع هادي ربنا يا رب هو الشافي ربنا يا شفينا جميعا يزيح عننا الامراض وما نحتاجش ادواء ولا حاجة لكن بنحاول ان احنا بس نزلل لحضرتك المشكلة ونقول لحضرتك ان الموضوع مش بالصورة اللي بعض بيصورها الحق فيه نقص الدواء الحق فيه دواء موجود النواقص ممكن حتكتلاقي لها بديل وبمنتقى الشفافية كده احنا تناولنا الملف اتكلمنا فيه ما فيش لتعتيم على حاجة ولا ملف قدام حضرتك اهو وسمعت رد الفعل من هنا ورد الفعل من هنا فاتمنى انه نهدى شوية وما نصدرش مشكلة ما فيش اي مشكلة خالص واتصله بخمستاشر زيرو اللي هو الخط الساخن خمستاشر تلاتة زيرو واحد خط الساخن بتحقيقة الدواء ان شاء الله يفرق لك الدواء اللي انت عايزه بإذن الله ان شاء الله شكرا